أهلا بك أهلا بك كابتن أخبارك كوي إزاي حضرتك كله تمام؟ والله بخير أهلا بك طبعا منور قناة الأهلي وطبعا تحياتنا للأشقاء التوانسة وتحياتنا طبعا لحضرتك لكن عايز أعرف من حضرتك تجربة حضرتك مع المتخب التونسي وتقييمك لها في بطول الكأس العالم الأخير والله بالنسبة لي نحن نشوف معناها تقييم موضوعي كانت مشرفة للمنتخب التونسي يعني لعب نخباته هذا قلته أنا قلته أنا ممكن مرقرعة من يوم 2 ديسمبر أن نرقر على صادفتنا في جيلين متميزين حاليا اللي هو المنتخب البلجيك والمنتخب الإنجليزي اللي لعبوا في كورة عصرية جدا في السنوات الأخيرة المباراة يجب أن نفوزوا بها فوزنا بها هذا العامل ندد منتخب أنجليزي اللي ساجلنا هدف تقريبا في دقيقة 92 أو دقيقة 93 اللي فاز بها في المباراة كنا في بعض فترات المباراة أحسن منه منتخب البلجيكي بصراحة معناها أفضل منه مراحل استقطاع بشيفوز علينا بنتيجة عريضة وهذا معناها الخطأ اللي ممكن نتحمله أنا لأنه نتيجة منتخب أنجلترا خلاتي نفتح شوية اللعب ونضغط عاري عن منتخب البلجيكي لكن لما يكون هناك مهاجمين على مستوى عالي جدا مثل لوكا كوم، ميرتينس وهذا وأحسن صارع ألعاب حسب رأينا الشخصي حاليا في العالم اللي هو دي برين صعب أنك تلعب بضغط عالي المباراة السياسة اللي كان بإمكاننا نفوز بها فوزنا بها ممكن لو كان المباراة الأولى في طانما ممكن كانت النتيجة تكون أسقل بالنسبة للمنتخب التونسي لكن الحمد لله رجعنا بالتأذنقات ممكن أفضل ثاني مشاركة المنتخب التونسي بعد 78 سجلنا خمسة أهداف هذا شيء إيجابي لأول مرة بالنسبة للمنتخب العربي أنا نسجل خمسة أهداف في كأس عالم نعتبرها أنا يعني مرضية بالنسبة للمنتخب التونسي ولو كنا نطمح الأفضل كابتن نبيل المشوار القادم لحضرتك مع المنتخب التونسي واستعدادات حضرتك لتصفية الأمم الأفريقية في المجموعة اللي بتقع فيها مصر مع تونس في المجموعة والآن معناها لعبنا مباراة واحدة وحيدة احنا منذ سنة تقريبا في شهر جون المالي فوزنا بها على المنتخب المصري طبعا إن شاء الله بإذن الله المنتخب التونسي والمصري يسعدوا مع بعض يعني حاليا المنتخبين الثنين يسعدوا وملحيين الملحيين تبدأ يعني تحضير أمم أفريقية القادمة اللي أنا بشتور بعد ثانا ملحيين يعني على المنتخب التونسي على المنتخب المصري يجهزوا نفسهم لأنه المنتخبين الثنين عندهم كل ممهدات النجاح عندهم لعبين على مستوى عالي جدا ليقدروا ينفسوا بها في بطولة تاريخة القادمة بإذن الله هل كابتن نبيل يوسف المساكني أثر مع المنتخب التونسي في بطولة كأس العالم والله في جملة واحدة يعني غياب يوسف المساكني على المنتخب كأنه محمد صلاح رايب على المنتخب المصري نفس الشي نفس القيمة نفس الشي بالنسبة لي نحن يعني يوسف معناها ركيزة كبيرة من ركاز المنتخب التونسي يوسف يعني في مباريات أهل كأس العالم كان مشارك في 80% تقريبا من الأهداف اللي سازلها المنتخب التونسي سواء بالأسيس أو بالتزيع الأهداف معناها لاعب صعب أنك تقدر تعود ودفق إلى إصابة يوسف المساكني زادنا إصابات أخرى في الخط الأمامي دخنيسي أيضا قوصي بمكان سمعنا شفتوا أنه وهب الخازي لمشارك كله في مباراة إنجلترا شهر كامل ملعبش ولا مباراة هذه أثر تعليل شوية نوعا ما خاصة في الترشيط الجميع منتع المنتخب التونسي يمكن حضرتك يعني هتكلم مع حضرتك على الصحافة التونسية يمكن حضرتك قلت في تصفيح لعبة منتخب مصر أفضل من لعبي منتخب تونس يعني وجود محمد صلاح في ليفر بول في الصحافة التونسية ما عجبتهاش الموضوع فبدأت بالهجوم على حضرتك يرد فعلا حضرتك في التعامل مع الصحافة التونسية بعد الهجوم والحقيقة تزعل ليش فعنا لعب احنا يلعب في ليفر بول وعنا لعب يلعب في أرسنات أفضل لعب يلعب في ران يعني ران متوسط دوري فرنسي متوسط جدا يعني الدوري الفرنسي مقارنة بالبريمير ليك يعني والصراحة ليش تزعل معناها بالنسبة لي أنا محترفي من المنتخب المصري أفضل من المنتخب المنتخب التونسي في فرق أكبر وفرق أحسن والقدرة التنفسية هي اللي تخلي اللعب يتحسن أكثر وهي اللي تخليه يطور نفسه يعني الحقيقة ما تزعلش لا مزبوطة كابتن طبعا بالنسبة لي نحنا يجبنا نطوره نفسنا نطوره رواحنا وإذا كان المنتخب التونسي يحبين في القدام في المحافلة الدولية يجب أن يكون أكثر عدد عنده من اللعب المحترفين في فرق محترمة مش محترفين فقط هذا في احتراف وفي احتراف معنا لما تكون فرق أنت ليش الأفرق معناها متقدمين عينة في السنوات الأخيرة في كاس العالم ولا في البطولات الأفريقية لأنهم محترفين في فرق عالمية تلعب كل أسبوع تشمبيونس دي ليش محمد صلاح متميز عن الناس لأخرى حاليا لأنه كل أسبوع يلعب تشمبيونس دي ويرعب في أفضل دوري في العالم هذا اللي خلي اللعب يتحسن ويتطور نفسه كابتل نبيل مستمر مع منتخب تونس ولا حضرتك بتفقر في مشوار جديد إن شاء الله إن شاء الله اللي فيه الخير ربنا يسهل فيه إن شاء الله طيب عنا سنة صعبة أمامنا بتنحاولوا فيها أنه نقوموا يعني بي طبعا تحذيرات جزية لأنه المنتخب التونسي بشيكون مراهن كبير على البطولة الأفريقية القادمة كابتل نبيل عايزة أخذ حضرتك لمنتخب مصر وأكيد حضرتك تبعت تجربة منتخب مصر في كاس العالم بعد غياب 28 سنة هل حالك شايف أن منتخب مصر أدى بالشكل الجيد ولا غياب 28 سنة عن المنديال كان فيه نقص خبرات للاعب منتخب مصر أول مرة يشاركوا فيه من منديال كاس العالم وبالتالي كان بالمنظر السيء اللي احنا شفناه كجمهور مصري ومكناش نتمنى أبدا الخروج من المنديال بهذا الشكل كان بالأمكان أفضل مما كان بدون أدنى شك بالنسبة للمنتخب المصري لأنه يملك لتخوفه لعبين على مستوى عالي جدا ممكن العتب الوحيد أنا اللي عندي يعني بسيد أكتور كوبر ما نوعش في تنشيطه ما نوعش في نعب المنتخب المصري لأنه عنده لعبين قادرين بسنسنوا على اللعب قادرين بش يفرضوا نفسهم عنده لعبين على مستوى عالي جدا نبقى في نفس التركيبة أو نفس التنشيط الدفاعي والهجومي لعب بهم مباريات المؤهلة لكأس العالم كأس العالم مباريات أخرى بصراحة معناها منتخب المصري حسب رأي أنا الشخصية رأي أنا الشخصية جدا في مجموعة ممكن كان بإمكان منتخب المصري بشيوش للدور الثاني هي الأضعف كبت النبيل مجموعة مصر هل هي الأضعف في كأس العالم بصراحة؟ لا 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 سوري أنا أقول لك من كل منتخب المصري من أقرب المنتخبات العربية الأخرى الأربع اللي كان بإمكانه ومعناها بشيوشها للدور الثاني أولا بالمجموعة اللي عنده الثانيين حسب عينا شخصي بالمجموعة اللاعبين اللي عنده وبالمجموعة اللي كان موجود فيها يعني ممكن نقول إن مستر إكتر كوبر إمكانياته أو طموحاته لا تتناسب مع إمكانيات لعبي منتخب مصر؟ لا طمع حاجة يجب أن نعطيه للراجل حقه إكتر كوبر رزع المنتخب التونسي لمنتخب المصري عافوه الكاث العام بعد 28 سنة مزبوط يشكر على ذلك لأنه قام بشغر كبير المنتخب المصري لعب يعني بعد غياب ممكن ثلاثة بطولة على ثلاثة بطولة أفريقية لعب فاين البطولة أفريقية وما كانش في أفضل حالاته في الوقت ذاك لكن رغم ذلك العب فاين البطولة أفريقية ممكن أيضاً أني ما ساعدش سيد دكتور كوبر هو الضغط الكبير اللي كان على محمد صلاح لأنه الجمهور المصري وجمهور العربي الكل كان يترقب ممكن في محمد صلاح أنه الوحده بشيخ در يشيل للمنتخب المصري وشوفنا لا كريسيان وروناردو قدر على ذلك لم يشيخ تنع على ذلك لا أوزيل قدر على ذلك يعني كورة قدم ماشية أكثر في أكثر للجامعية أكثر منها الانديفيديوية كابتن نبيل يعني أخذ حضرتك من نقطة منتخبات النجوم إلى المنتخبات الجامعية شايف أن 2018 روسيا هي منصفة أكثر للمنتخبات الجامعية على حساب المنتخبات اللي بتعتمد على النجوم فردية لا الجامعية مهمة جداً لأن الفردية زاد هي اللي تصنع على الفرق لكن لما تبني تبني تنشيطك الدفاع والنجوم تبنيها على الجماعية وبعدين اللي يعمل فرق الفرديات سوري معناها في الكلمة في كأس العالم هذه مع ده ممكن نايمار شوية نوعاً ما من لعبين اللي نعرفوهم ولا حد كان معناها في أوج العطاء ولا في أفضل حالاته البدنية والفنية لكن دايماً المهارات الفردية هي اللي تصنع على الفرق في المنتخبات الكبيرة الجامعية مهمة جداً لكن الفرديات هي اللي تصنع على الفرق ما ينفعش يكون معاك كابتن نبيل معلول وما اسألوش عن رأيه في مباريات دور قبل النهائي ما بين منتخب فرنسا وبلجيكا وأيضاً منتخب كرواتيا والمنتخب الإنجليزي والله أنا ممكن الكورة أنصرتني شوية نوعاً ما لأنه مباشرةً بعد مباراة تونس وبلجيكا ومباراة تونس وأنجلترا قلت أن المنتخبين هل بما بشمشوا البعيد لأنهم عندهم كل ممهدات النجاح أولاً لسببين ثانياً أفضل جيل بالنسبة للمنتخب البلجيكي منذ أن عرفنا المنتخب البلجيكي في كورة القدم وثمانين في المئة من المنتخب البلجيكي يلعب في البرمير ليك ونعرفوا أن البرمير ليك من أفضل البطولات في العالم يعني تقريباً كلهم يلعبوا في فرق اللي تشارك في تشارك في تشارك في الأوروبا ليك يعني أعلى مستوى في كورة القدم هذا يخليهم من أفضل اللاعبين ثاني حاجة كل اللاعبين اللي موجودين في المنتخب الأنجليزي يلعب في البرمير ليك مضبوط البطولة هذه خاصة أن أن العقلية تغيل في أنجلترا يعني بقدوم هالمدربين الكبار خاصة أروا مش من محر الصدفة هذه مهمة جداً ممكن نقضي قلت قلت هنا سنة 2014 هم شوية ناساك سخرت مني قلت أنه كورديولا هو كان السبب ورا حصول إسبانيا على كأس العالم 2010 ورثلسفة كورديولا الكوروية هو اللي كان ورا حصول ألمانيا 2014 وممكن أنجلترا بشترعب الأدوار الأولى لأنه كورديولا غير بالنسبة لهم يعني ميحبوش يغيروا عقليتهم لكن في السنوات الأخيرة هاي رجوار دولا خليهم يغيروا فالكشوتهم الكوروية وعطاهم طابعة جديدة بالنسبة كل فراخة الإنجليزية توقع حضرتك مين يفوز ببطول كأس العالم سؤال صعب أنا عارف بس ما عليش بلجيكة بلجيكة أقرب واحد بلجيكة أقرب واحد معنا إذا كان شفتوا يعني شو نعمل فرق بمباراة بلجيكة والبراجيل البار بما فريق جماعي متوازن عنده انديفيدوال لعبين مهاريين متميزين اللي هو بلجيكة لكن متميزن أول مرة يغير طريقة تكتيكية من بداية الدورة إلى حد الآن لعب على حسب نقاط قوة المنتخب البرازيلي عرف كيفاش يوقفها دخل لعب وسط ميدان أول مرة يلعب كأساسي وشي المهاجم اللي هو ميرتنس اللي كان يلعب تحت لوكاكو هو وهزار تحت لوكاكو عب خط وسط الميدان عرف كيفاش يعزل الخط الأمامي اللي متكون من خاصة يعزل نيمار وكوتينو على بقية اللعبين اللي موجودين في خط وسط الميدان وفي نفس الوقت عرف كيفاش يستغل البط اللي موجود في الخطوط الخلفية لعب تقريبا مهاجم من اثنين انه هو مالوكاكو وهزار أول مرة وهذا الشي اللي يصنع الفرق معنا حين كت المدار ممكن المحلين يشوف معطاوش حق مارتينيز كما يلزم لكن هو اللي كان وراء صنع الفوز المنتخب البلجيكي على المنتخب كابتن نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي شكرا جزيلا على وجودك معي على قناة الأهلي وطبعا أسئلك